طيب طيب تلكم امبارح على حكاية صفقة بلحاج أحمد بلحاج الزمالك لسه عايزه أحمد بلحاج لعب أسوان بس أسوان عارض أو كان طلب 20 مليون جنيه عشان يبيع أحمد بلحاج لأسوان نادي الزمالك قال لك لا أنا مقدرش أدفع أكتر من 10 مليون جنيه يعني نص الرقم ده دخل في النص فريق سيراميكا كليوباترا وقال إحنا عايزين اللاعب ده ب12 مليون جنيه فالزمالك قال والله طيب أنا هاخد اللاعب ده واتقعارة بنية الشراء وممكن أوصل لرقم أعلى من العشرة مليون جنيه بس الأول أخده أعارة واشوفه في الملعب مع الفريق وبعد كده ممكن نوصل لرقم يردي الطرفين سواء نادي الزمالك أو نادي أسوان أما فكرة الشراء النهائي بالنسبة لنادي الزمالك فهو متوقف عند 10 مليون جنيه نادي أسوان ما عندوش مالع ينزل لفكرة 15 مليون جنيه بس الزمالك وقف عند 10 وأسوان وقف عند 15 دي المفاوضات في اللحظة الحالية ترجمة نانسي قنقر